وفقاً للتقارير، قال سيمير هيرتش في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام إنه يعتقد أن تفجير أنبيب نوردستريم سيجلب تأثيراً سيئاً على الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيواجه بايدن كارثة سياسية في منتصف العام الجاري كما يرى هيرتش أن البيت الأبيض غالباً ما ينتقد روسيا والصين لكن لا أحد يدعم هذا النهج حتى لو كان البيت الأبيض يبالغ في أحيان كثيرة في الشؤون العسكرية وبالإضافة إلى ذلك، أشار هيرتش إلى وجود اختلافات كبيرة بين بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وكذلك وجود فرق واضح بين نهج البيت الأبيض وأفكار وكالة المخابرات الأمريكية غير أنه لم يوضح طبيعة الاختلافات والفرق كما ذكر هيرتش أن تفجير أنبيبي نوردستريم أضر بالعلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وألمانيا وأثر أيضاً على العلاقات بين دول الناتو كما تسبب التفجير في حدوث تضخم في ألمانيا ويبدو أن مشكلة التضخم هذه لم تتحسن حتى الآن هذا ويرى هيرتش أن واشنطن فجرت نوردستريم بسبب خوفها من اتخاذ ألمانيا والناتو قراراً سياسياً بشكل مستقل ولطالما كانت واشنطن قلقة من استخدام روسيا للغاز الطبيعي والنفط كسلاح سياسي في أوروبا ويتوقع هيرتش أنه بالرغم من أن ألمانيا يمكنها شراء الغاز الطبيعي من أماكن أخرى إلا أن صناعتها ستواجه وضعاً سيئاً للغاية في العام المقبل ترجمة نانسي قنقر